بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده بإذن الله نتكلم مع بعض كان المفروض ان الفيديو ده يكون فيديو مختصر جدا نوضح فيه بس مع بعض انه ضروري ان انت تاخد بالك من داتة انت وجمعها في المعمل قبل ما ترجع البيت وتيجي تفتح مثلا الاكسل او تفتح برنامج احصائي وتكتشف ان فيه مشاكل او كده وتندم وتقول يا ريتني وانا في المعمل كنت اخدت بالي من الكلام ده وانا شفت فعلا يعني مشاكل كتير اللي بعد الزمنة عمل تجارب كانت سهلة وكل حاجة بس للأسف يعني احنا بنأكد دلوقتي اشان مثلا نتجنب الاخطاء او المشاكل اللي بنشوفها ان انت ترجع من المعمل بكلين داتة كلين داتة بالعربي يعني داتة نظيفة او داتة مظبوطة يعني داتة صح ما تاخدش داتة يعني ملاش لازمة يعني مثلا انا تخيل واقف شغال في المعمل مثلا انا بشوف بعض الزمنة عمال يسجل البيانات بتاعته اللي هو بيطلعها من على التجربة بالورقة او القلم ومعها مثلا ورقة زي كده هوت كاتب فيها الداتة بتاعته خلاص على كده او حتى بياخد داتة مثلا من على الكمبيوتر مثلا ياخد ملفات ويجمعها معها على السيديهاية او على فلاشة او اي حاجة ويحطها معاه ويروح بها البيت انا بحيث ان ده يعني بنسبة 50% ممكن يحصل معا مشكلة كبيرة لانه ممكن تخيل انت لو طلعت معا نقطة زي كده هوت وهو واقعت قدام الكمبيوتر في البيت هيتصرف فيها زي ما لو كان شافها في المعمل من بدري كان احسن له بكتير كان على الاقل عادي التجربة دي وهو واقف قدام منه الحاجة قدام منه الأجهزة قدام منه الشغل كله فانا كاسر انصحك دايما على موبايلك مثلا ممكن تكتب مثلا حاجة زي كده اونلاين مثلا على جوجل العادي اونلاين درو داتا بوينت بتدور على موقع كده اونلاين يكون بيسمح لك ان انت ترسم البيانات عليه فانا البيانات اللي انا عمل اجمعها دي وانا بكتبى فرق وقلم عادي ما لغبطش نفسي وانا اعود كده اهدى شوية من التجربة وابتدي ارسمها على اي موقع من الموقع انت ارتاح عليها اي موقع وارسمها لو ان انا سامت حاجة كده من غير الخط تحت انا بس بالعين كده حس انها كلهم طلعين على شكل خط مستقيم خلاص انا ارتحت فق الخط ده بقى ارجع اعمله بالإكسل بالريجريشن اعمله بأي برنامج تاني مش مهم بس الديتا نفسها تحس ان هي لها ترند كده واحد لها سياق كده واحد لكن النقطة زي كده لقيتها اقول اه النقطة دي كان مشكلة او معادها في ساعتها انما يعني ملهاش لازم ان انا ارجع البيت ولله نقطة زي كده هو اوت لاير يعني نقطة متطرفة يعني نقطة بعيد اوي عن البقين او نقطة شاردة كده يعني حاجة بعيدة عن البقين وطلعلك في نص الديتا كده يعني حاجة غريبة جدا يعني يعني انت كنت ماشي كويس من اول مثلا عشر عشرين جاءت التلاتين ضربت بعيد كده وبعيني البقين كله ماشين كويس فكان الأحسن نعيد النقطة دي ساعتها وحنا عالفين في المعمل لو النقطة دي ما ينفعش تتعاد يعني خلاص تراجعت البيت بقى وخلاص ما تجارب غالية الجهاز اللي انت تشتغل عليه بوضع بعدما انت خلصت بص خلاص ما بقاش نافع أو كده رسمت الداتة دي متأخر يعني أي حاجة حصلت إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنحاول نتكلم إزاي برضو نفس الفكرة تخيل انت واحد مطلع كل النقط دي وتطلع له نقطة زي كده هو هنا سهل يستبعدها لأنه عنده داتة كثير جدا جمع بعضهم لكن لو واحد مثلا حتى دي لحد ما سهل يستبعدها إيه لحد ما لكن تخيل لو واحد هو كل داتة اللي بيجمعها 4-5 نقط يعني واحد مثلا مجمع نقط زي كده 1-2-3-4-5 إيه لازمت إن واحد زجرية تطلع بعيد قوي كده انت لو بالعين المجرد جدا حاولت ترسمها هتعرف النقطة دي فيها حاجة محتاجة تتعاد مرة تانية كانت ممكن تطلع هنا مثلا ولا حاجة ممكن تطلع هنا موض كانت تريحك شوية وتحسن معك الـ R-Square فبالعين بتفرق خصوصا لما كل ما تكونوا نقطة بتاعتك صغيرة تخيل انت مثلا واحد رسم كيرف زي كده تخيل انت واخد 8 نقط سبعة كلهم بطلعين خط زي كده والتامنة دي Outlier Extreme يعني هي النقطة بعيدة عن البقيين وكمان في آخر الـ Data فهتخيل انت واجع القلب ده واجع القلب رهيب يعني 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 النقطة دي هيتطر يستعبعيدة هيعمل ايه وممكن ما يبقاش عايير في صرف ازاي فيه مرضو كيرفات زي كده هو كيرف كله ماشي كويس في trend معاني لحد ما بس مثلا يعني هي نقطة زي كده كانت ممكن تتعاد تطلع قريب من هنا كده شوية نقطة زي كده ماشي قاية تدين لازمة وبعدين انت ليه في نقطة بعيدة قوي كده والبقيين دول راحوا فين يعني انت دايما بنسأل نفسنا السؤال يعني فين المسافة دي ليه ما اخدتش فيها data فكان لازم تاخد بالك من حاجة زي كده ازاي في نقطة طلع نهوات والبقيين دول متسابين فاضين كنت محتاج انت ممكن تعمل شوية تجاره وكمان تحاول تاخد فيها النقطة نهوات لاني ممكن تكتشف ان ده في الحقيقة عبارة عن كيرف يعمل كده كيرف طلع الغاية بي كبيرين بدأ يوزل تاني او كيرف طلع وثبت فانت الهتة دي ما اخدتش فيها data فكان لازم تغطي الرينجي ده اللي تاخد فيه data هنا في الاغلب العام داع على شكل خط مستقيم فعلا بس كان لازم تاخد داستة زيادة اكتر ممكن هنا برضو دي من ضمن الحاجات مثلا ايه الكيرف من اول هنا شكله معقول لو انت رسمته النقطتين دول شكلهم غريب قوي يعني النقطة دي لو هو كيرف كان زيادة وعين نازل وعين طلع تاني ماشي لكن النقطة دي غريبة قبل بعض لو كنت عدتها وانت واقف في المعمل كان اسهل لك كتير انا بقول لك كلام دا ليه بقول لك كلام دا لانا شفت حالات بالفعل زي كده يعني انا مثلا ان شفت تخيل انت مثلا واحد طلع له data زي كدهوت في المعمل السهل اللي يرجع بها البيت بقى خلاص ويدور على معادل لكن واحد طلع له data زي كدهوت دي تعتبر يعني data يعني رف يعني زي data data خشنة كده data مش smooth smooth يعني data نعمة data متنسقة كده جمع بعدها دي data متنسقة جمع بعدها لكن دي data خشنة جدا مش مش قادر تجيب trend كده ان في كيرف بينهم وبين بعضهم على فكرة data شبه كدهوت طلعت يعني قبل كده يعني شفتها مع حد فعلا يعني وطلعت له حاجة زي كده وكنت مدمان جدا يعني كنت عايز اقول له طب ليه ليه ما تعيدش نقطة زي كده وتعيد نقطة زي كده كان يمكن يطلع لك data احسن من كده شوية دي هتطلع لك ارسكوير سيء جدا مهما اشتغلنا عليها ليه ترجع بيتك ب data زي كده دي دي تعتبر dirty data يعني data مش مش قويسة data ثعبانة فإيه اللي يرجعني بحاجة زي كده مثلا data زي كده هتحسن منعكشها جدا برضو ما تعرفش ايه اللي حصل وراحت فين ولا جات منين رغم انه داخد استاد كتير ممكن يكون واخدها بجهاز اوتوماتيك لكن في حاجة غلط عنده في التجربة يعني ممكن انا لما بص على حاجة زي كده اعتبر ان انت ايه فيه فاكتور بيضاير فيه حاجة تتهزع التربيزة فيه حاجة ايه ستها مش مزبوطة فيه على البنش اللي انت شغال عليه فيه حاجة مش مزبوطة فيه ناس تقنيين فيه تخصصات ممكن يقول لك لأ دي داتا كويسة بالنسبة لنا وعيدة مش مشكلة بس انا وجهة نظرين دي بتنفع في العلوم مثلا الانسانية والحاجات اللي زي كده لكن في داتا عمل انت بتعمل تجارب واخد كل النقط دي ليه طلعين منغمشين او زي كده صعبة يعني يعني داتا تحس انها مش حلو هنا برضو نفس الفكرة دي تحس انها داتا مش جايبة ترند معايا زي ما قلت لك فن اللي احسن انت تحاول تتجيب علاقة من اللي انت بتغيره اللي انت مستنين فدي داتا مش جايبة ترند ما تعرفش دي سابتها بعين نزلت ولا هي نزلة من بدري ولا ايه حالتها حالتها صعبة جدا داتا بتلغبة الدنيا داتا تتحصى بالواحد فانت ما ترجعش بيتكو بمعمل زي كده بتاتا زي كده وانت واقف في المعمل عيد النقطة دي مرة تانية عيد النقطة دي مرة تانية عيد النقطة دي مرة تانية اشوف كده الدنيا فيها ايه يمكن تلاقي الكيرفة اسموس اكتر بقى الكيرفة ناعم اكتر بقيت الحاجة جاي على كيرفة اكتر وزي ما قلت لك انت معاك على موباقلك سهل ان انت تعملها يعني لكن يعني ده اللي يهمني ان انت ايه ان انت تعمل وانحنا بمفكرك دايما ان انت حاول قبل ما تسيب المعمل دايماً هتلاقي عندك ورقة كده مطبوعة في المعمل دايماً اللي يقول لك مش عارف نضع في المكان اللي انت كنت شغال فيه رجع الألوات كلها مكانها اخسل مش عارف كراتك اخسل ايدك اعمل مش عارف ايه انا بانسحك ان انت جنب منها تعمل احصى مبدئية اعمل احصى سريعة كده ارسل من داتك بتاعتك قبل ما تمشي من المعمل اعتبرها دايماً من ضمن التعليمات اللي عوجودة عندك في المعمل عشان ما تفرق معك حياتها الreathاء انصحك دايماً ان انت زيم ما elbows بيقلوا لك سيب المعمل نظيف انت كمال ارجع بيتك بأسك المرة كويس وانت ارجع بيتك بشكل كويس ما ترجعش البيت واقف انت على المعمل اشتغلت 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 ام قضيها وبين ترجع البيت بيتاتها اي كلام لان انتت لأي كلام حلها صعب يعني ما ترجعش البيت بيتاتها اي كلام حلها صعب حاجة نرفز وحاجة تعصى بالواحد انا لا لو انا شغال مثلا في بحث مثلا مع زمنة وواحد بيشتغل في المعمل وبعط لي داتها زي كده طب انا واطلوب مني عملين وانا والله صعب يعني لو في مشرف شاف داتها زي كده افسد حاجة حيوبش يطيب لك عليها اكس يقول لك راعد لتجاربه مرة تانية. وانت تبقى فرحان وراجع المعمل وشغاله وبتا. وهو الى حد كبير عنده حق. رغب ان هو برضو وسعتين وسنك ممكن يقول لك عيد لي دي بس عيد لي دي بس 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 بصراحة صعب انك تقيد نقطتين ولا حاجة انت واخد كل النقط دي كان المفروض كلهم يوموا عاد في نفس اليوم. لما تعيد تعيد وانت لسه في نفس اليوم في نفس اللحظة تعيد نفس العينات دي. لكن خلاص يعني صعب في عينات صعب انها تتعيد لازم كل التجربة تتعامل مع بعضها مرة ثانية. فخلي بالك من حاجات زي كده. انا معيش ان اطولت في فيديو ده المفروض فيديو ده كان مختصر كده بس انا شفت يعني شفت مشاكل كتير لزمله وفيه حاجات صعب يعيدها فيه حاجات غالية جدا عليه تكلفة. فاحزر من الداتا. ارسم كده الداتا بتاعتك مبدئيا وياك موضوع ان انت تبقى ماشي بورقة زي كده في المعمل. وخلاص فرحان ان انا كذبت الداتا بتاعتي على ورقة وهرميها بقى وهنا ارجع لنفسي بقى في البيت او وارميها لحد او اروح ابعتها للمشرف كده في ورقة وخلاص. شكس ما كده. يسم ترسمها وتحاول تعمل داتا مبدئية او تعمل مبداية او حتى بعينها كده تتأكد الداتا سموس الاول قبل ما تعرضها للمشرف بتاعك. علشان هو ده هتفك في الشغل انت تدخل المعمل تطلع داتا نضيفة تطلع داتا مصبوطة تربط ما بين اللي انت غيرت واللي انت مستني. لو اللي انت غيرت واللي انت مستني ترعب المنظر ده فدي هنا فيها غلطة وضع. فما ترجعش في البيت معاك حاجة فيها غلط يعني. ده بس اللي اتمنى احنا ننبق عليها عشان بس ايه نتجنى من شاء الله الاخطاءة دي مع الزمن يعني وكده بزم. شكرا.